بسم الله الرحمن الرحيم نتحدث ان شاء الله عن يونت ثامن problems هذا الاشياء قلنا كمقدمة ما رح نحتاجها ما ناخذها هنا يقول in a small group describe problems you have with one of following يعيش عندك مشكلة وهذا الاشياء احتي به family and friends عندك مشكلة عائلة والاصدقاء teachers classes studying دراسة صف money and building بشويس والبنايات expressing your feeling and ideas التعبير عن مشاعرك وعن افكارك مش عندك مشكلة بهذا الموضوع احتي بيه احتي بيه احتي بيه فمطيك مثال قايل لك talking to parents التحدث الى الابوين او الى الوالدين talking to friends and classmates is easy for a lot of teenagers boys التحدث الى الاصدقاء والزملاء شيء سهل ولكن التحدث للآباء فهو اكثر صعوبة many teenage العديد من الشبان would like to talk to their fathers about their feelings يردون يحتيون عن مشاعرهم امتجاه مع ابوهم وهو اي ابو يعني الشبان يرغبون بالتحدث مع ابويهم بخصوص المشاكل التي يواجهونها لكن لا يستطيع على سبيل المثال على سبيل المثال اريد والدي ان يقول لي انا فخور بك لكن ابو لا يتحدث عن هذه المشاكل ولكن ابوي ابد ما حدث عن هذا الموضوع يردون بخصوص المشاكل لا يتحدث عن رياضة او عن دراستي الابوين يجب ان يتحدث عن اطفالهم لازم يتحدث عن اطفالهم الاباء عن مشاعرهم او اطفالهم او اطفالهم سوف يشعرون بالوحدة دائما واذا بحرنتر انسر هذه المشاكل جواب حالة سألة مع زميلك ما هي الجملة اللي هي توبك سنتنس؟ ماذا يفعل كنكلودنك سنتنس؟ هنا يقول بخصوص التوبك سنتنس طبعا هذا سؤال الاول من هنا وجيب كنسب.. بالنسبة السؤال الاول اكيد فهو جملة الاولى لدينا بالانشاء بعد النق scoutrophيه الم Halfства وبخصوص التوبك سنتنس وهذا انسرها بالنص frame اللي mebbe ما هي الفيقونة التي محضون عيني giornاتها عن hum SAYS لكن كلونيك سنتلس برأييكم بشو نشتغلت على أي أساس طبعاً هي أنت التنبؤ تنبؤ للموضوع نفسه حتت عن موضوع نفسه سواحد يقول أستاذ تنبؤ موش الجديد لا تنبؤ عن نفس الموضوع ما أنه اللي هو التحدث عن الآباء يعني أنا هنا نطيت ملخص ولفس الحالة قلت ياابا ترى دير بالك على الموضوع اللي حجينا عنه هسه عن الآباء لازم يحجن وي لأبناء عاكس هذا الشيء تريصير كذا يعني التنبؤ وهذا عادي يصير يعني يصير تنبؤ يصير اقتراح يصير سامورايز ويصير عيد صياغة الجملة كلين يصيراً ولكن بهذا الإنشاء اللي عندي فهي تنبؤ لأننا تنبأنا أن الواحد إذا ما يحجوه يا أطفاله ممكن بالمستقبل ابنه رح يكون وحيل وهذه الحقيقة موجودة بكثرة يعني بهذا السؤال يقول أي من هذه الجملة اللي هي يمكن إضافتها للإنشاء أولاً قال العمر العمر شل علاقة بهذا الموضوع غلط ما رح نقدر نختار الأولى الثانية يقول لأنه أصلاً ما حاشي عن العمر خافي لك شون السبب طبعاً هذا هو تدريب الأول بالأخير تدريب ثانية قال لك أصلاً ما حاشي عن المشاعر حتى عن مشاعر هم يحجون نعم ممكن نضيفه لأننا قاعد نحجي عنه شعور ثالث يقول أطفالي يزوفين بزي ويا العمل لأنه لا يوجد الكثير من المشاعر لأنه لا يوجد الكثير من المشاعر ما عندي هواي فرصة يشوفها صح أربو عاي يقول مثل إجاب التنس عن موضوع هذا الشعور أيضاً يجب إيجاب برداء على موضوع المشاعر أو العلاقة أخر شي يقول أعتقد أن إذا أريد أن أتحدث مع أطفالي سأبدأ مجدداً بشأن نفسي اذا أريد أن أبدأ المحادثة هذه الثماني أبدأ نفسي فعلاناً هذا الشيء صحيح إذن النقاط الصحيحة هي الأولى والثانية والسادسة السببب لأنها مرتبطة عن الموضوع اللي قاعد نحجي عنه وهو المشاهد. هاي الموضيع احنا مراحل تجيك بالامتحان. مستحيل الاستاذ يجيب لك انشاء من الكتاب وتعالحل لا. بس هاي الفكرة داي فهمك يعني. داي فهمك الانشاء شوان تكتبع شوان شوان الاخطاء. هسا نيجي على موضوع لانجوج فوكس. وانتي وود لايك تو هاف تو. طبعا هذاني وود لايك يعني احكي بهنا عن التفضيل يبشي اللي تحبه انت والى اخره. فمن اقول اي وانتو تحبه انت تعبر عن اشياء او رغبات انت تحبه. بالنسبة للهاف تو فهي تحدث تتحدث عن الابلغيشن الاجبار يعني. شي انت مجبور به. وهذا الشي رح يفيدنا ان شاء الله بموضوعنا بالانشاء مالتنا. هاستو هاف تو او هاف. طبعا الهاف تو يجمع والهاستو المفرد. هاف تو يعجب. اربع. ريد ذي بارغراف. اقرأ ال بارغراف. على صفحة خمسة وخمسين. ففتي فايف. تحدث هذا الانشاء مالنا يقول. اقرأ مرة اخرى وحدد الجملة التي تحتوي على لو انتو. طبعا. بس اريدك تنتبه على ذن الجمل. اركز عليهم. طبعا هنا ايضا عدنا تمرين. هذا تمرين حسب الجملة. لازم نختار هاف تو. لو. اه. ود لايك تو. حسب سياق الجملة. حسب المعنى يعني. طبعا هو قيل وانتو يريدو ان. او ود لايك تو ارغبو بي. او هاف تو. طبعا هنا تقريبا الوانتو والود لايك نفس الشي يعني ماك فرق. فمثلا الجملة الاولى. قيل لك. كيلي كلينس هيرو. نظفت غرفها. it is. ماس. فوضى. طبعا هنا بما انها فوضى يعني. هاس تو. يعني يجب ان. هذا مو مو رغبة. هذا واجب عليها يعني. نقدر نقول مفتاح الحال هو. الفوضى. فانيا قيل لك. اه. تايكس. هي. تايكس. او شي اعتقد هي بنت. تايكس تانس. يعني تأخذ فرصة. دانس عفوا. تأخذ حصة الدروس. الرقص. دروس الرقص. بطل. بحصة. But she doesn't have enough money. طبعا هنا بما انها هي معدها. اذا هذا شي تتمنى. she wants to. أو she would like to. طبعا هاي ايضا تمني. to go to the parity. يعني. but no. طبعا تقريبا لاني. يعني نفي يعني. نفي يعني اقلك ما. ما تقدر يعني. go out يعني يذهب الى الخارج. last night. هنافت شي يعني. wanted to. يعني. لانها يعني هي ماضي وشي تتمنى يصير انت. العمل العالة الواجب هاد تو. طبعا الشي يجب يعني. بي فور ات ميسلف. اذا تريد تعمل باسبانيا الشي تتمنى هنا يعني. يجب ان تتعلم اسباني الشي يواجب عليك يعني. واخر شي. ماي لتل سيستر ازالويس بوثرين مي وان اي وانت تبي الون من اريد ان اكون وحدي فتشي اتمنى اكون وحدي. طبعا هذا التمرين عام اريدك انت تكتب عنه بشكل عام يعني ماذي اي شي. اشتركوا في القناة